احمد الله رب العالمين 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 الكلمة العربية عجيبة الكلمة العربية مرنة وثرة وغنية والكلمة عبارة عن حروف ثلاثة الكاف واللام والني اذا وجدت هذه الحروف الثلاثة فهي تدل على القوة دل على القوة وعلى الشدة فتقول العرب ارض كلام يعني ارض صلبة فيها شدة واذا جرح الواحد منا يقولوا اهل اللغة ايه اصابه ايه كلم سبحان الله فالكلم هو الجرح وارض كلام يعني ارض فيها شدة وقوة وبعدين لما تقلب الكلمة الحروف مع بعضها لك ما من ثلاث حروف يعني ايه ضربه بيده فيها شدة ايه طيب ملكة يعني ايه امسكة بشدة ما ايه حتى عندنا في الارياف وفي القرى يقول المرأة ملكة العجين هي ظن الناس انها كلمة عمية ملكة العجين يعني جعلت وضعت عليه الدقيق حتى ايه يشتد استعدادا لايه لخبزه ولعلنا رأينا هؤلاء الاذقياء الثلاثة الذين لما قدم لهم الطعام قال اولهم قدم لهم طعام فاولهم قال خلي بالكم هذا اللحم لحم كلاب يا الله وقال الاخر وهذا الخبز خبزته امرأة حامل في الشهر التاسع فتعجب الناس كيف احنا نعرف فالقاضي جابهم قالهم انت ايش عرفكم هذه القضية قصة طويلة سنأخذ منها الشاهد يعني قال الرجل ان اللحم التي نأكلها تبدأ بالعض ثم اللحم ثم الشح ربما انت لم تدقق في هذه المسألة دقق الاعرابي فيها اللحم اللي نأكله لحم الخروف لحم القبل لحم البقر يبدأ بالعض بعد اللحم وبعدين الشحم اما الفصيلة الكلبية والفصيلة السبعية تبدأ بالعض وبعدين الشحم وبعدين اللحم لان الاسد والنمر والفهد عشان يصطاد لو ان الشحم هو اللي من فوق ما يستطيع ان يجل لكن يغطي هذا العظم ايه عضلات قوية فيستطيع ان يلحق بفريسته فالقاضي جاب الطباخ قال انت ذبحت للنسد لايه قال ابدا انت قبل المغرب تقول لي ان ضيوفا ثلاثة من البادية عندنا وقد تأخر القطيع في المرعة لم يأتي فما وجدت الا كلب الغنم فذبحته لا اله لله ذبح لا الكلب فسأل الثاني قال له انت ايش عرفك ان الخبز اللي اكلته ده امرأة اللي خبزته امرأة حامل في التاسع قال لاني وجدت ايها القاضي الارغفة منتفخة من ناحية وملتصقة من الناحية الاخرى فعلمت ان المرأة لان بطنها امامها فلا تستطيع ان تميل الى الفرن لتدير الرغيف امام النار فالرغيف فضل ثابت الجزء اللي عنده النار حصل ايه انتفخ والجزء اللي ما عنده النار التسق فسأل القاضي من خبز هذا الخبز قالوا فلانا حامل في التاسع نحن نريد في كل مؤسسة وكل مصطحة اثنين من هذا المستوى فانظر الى العربي عندما يترك نفسه للفطرة اذكى الاذكياء ليس عنصرية ابدا بل هم مادة الاسلام ولكن اذا صلحه وليس معناه هذا ان اخواننا من غير العرب بالعكس لقد انتصر الاسلام كما نقول دائما بابي بكر العربي ومحمد اقبال الهندي وابو حامد الغزاري الافغاني وصلاح الدين الايوبي الكردي وعلى مر التاريخ وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي الاسلام جمع كل هذا وجمع الارحم هذه كلها داخل رحم الاسلام فياتي عبدالرحمن ابن عوف ويزوج اخته وهي من هي بنت الحسب والنسب والاصول والغنى زوجها من بلال وربما لو جاءك بلال الان ما زوجته اختك يعني ولكن عبدالرحمن يرى ليست القضية بالانساب من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه احفظوها من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فكلمة او الكلمة في اللغة الكاف واللام والميم تدل على القوة والمنع طيب تعال الى العبارة نحن نقول ايه بالالفاظ عبارات قبل هذا قبل الاستعاذة ما هي العبارات ما هي العبارات عبر فلان النهر يعني يعني انتقل من ايه من شاطئ الى شك كلمة عبارة طيب والعبارة ها تنقل المعنى الذي في ذهنك ها الى ايه الى ذهن السامع الى ذهني انا انا ايش عرفني اللي في ذهنك لكن ما الذي يعني ابلغني ما في ذهنك ها عبارتك طيب وعبر الرؤية يعني ايه اولها يعني ايه لان الرؤية عبر عن ايه رمز فتنقل الرمز الى الايه الى الحقيقة يا ابتي اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم دي ساجدين هرى يبقى اذا هذا هو ايه تعبير الرؤى فكلمة الكلمة في اللغة العربية كلمة بهذه القوة وبهذا المعنى طيب تعالى اذا المسألة الاستعاذة يعني ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلمة عاذة يعني يعني التصق واحتمى واقترب العرب لما قرأوا القرآن بفهمهم اللغوي استقرر القرآن عندهم فلا تجد صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى اية الا كبلا من الاسئلة يقال ان الصحابة سألوا الرسول ثلاثة عشر سؤالا بس مش معنى كده انهم عالموا عارفوا لا هو باخذوا العلم فعملوا به فما كانش عندهم وقت للا ايه للدردشة احنا ايه اللي خلينا ندردش ها ونتكلم لا نعفضي لا نعمل عندنا فراغ عندنا فراغ هذا الفراغ يجعلنا ايه نسأل ونقاوم المعلومة يعني نضرب لك مثال ها يقول الله عز وجل في اركان الوضوء اغسلوا وجوهكم اغسلوا ايديكم الى المرافق الوجوه الاول وبعد ايدي المرافق بسحوا برؤوسكم وارجوا لكم الى الكعبال بالله عليك هل رأيت صحابيا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف نغسلوا وجوهنا هل قرأت في الاحاديث هذا هل قرأت في عصر التابعين هذا متى ظهر السؤال عندما كان فيه فراغ او رفاهية علمية يعني رفاهية علمية العلماء وجدوا ان الامن استتب والمسلمين بيفتحوا بلاد الله والناس دخل في دين الله افواليا وسبحان الله من دخل المسلمون في معركة لو انتصروا والعدل سائر بين الناس وعمر بن الخطاب يظل قاضيا في المدينة سنة كاملة فما يأتيه خصم واحد ويقدم استقالة لابي بكر ليه يا عمر يقول اقلني يا خليفة رسول الله ليه احنا ما عندناش حد بيطلب الاقالة دي ابي ده مجرد يقعد على الكرسي لا ينزعه الا ما نكون نوط ايه شي عمر ليه يا عمر قال وليتني القضاء بين قوم عرف كل واحد منهم الحق الذي له فما اخذ اكثر منه وعرف الواجب الذي عليه فأداه كما هو عمر في هذا الوقت قاضي قضاه في المدينة على من مهاجرين وانصار واوس وخزرج ومنافقين ويهود وعبلة اصنام وصابئة وامم بين ذلك كل هذه التركيبة العجيبة لم يأتي خصفا واحد حتى لما جاء الاعرابي الى المدينة وترك بعيره خارج المسجد خرج بعد مدة وجد اربعة من العبيد اخذوا ناقة الرجل وذبحوها وبدأ يسلخوها وبدأ يعني يتعاملوا معها الرجل يريد ان يعود الى اليمن الناقلة الوحيدة له ذبحت ذهب الى عمر عمر رضي الله عنه كان رجل فقيه فقه الواقع عندما انتعملون وهناعمل عند المطعم ابن عدي قال يأتوني بالمطعم يا اعرابي قال نعم بكم بعيرك قال بمئة قال يا مطعم اعطيه مئتين مطعم تعجب أنا قاعد في بيتي والاولاد دون ما عندهمش لا تربية ولا اخلاق سرقوا البعير انا ما لي قال يا مطعم تشغلونهم ثم تجيعوهم والله يا مطعم لو سرقوا مرة اخرى لقطعتوا يدك انت نظر الى سعة او مرونة عقل عمر في فهم القضية يعني الاربعة سرقوا ام لم يسرقوا بالنص سرقوا يبقى تقطع يد من السارق لان يهدد عمر الذين يعملون عنده ان يقطع يده او سرقوا مرة اخرى هذا فقه لا يدركه الى عمر ويأتي الى ابن عباس مستفتي يقول له يا ابن عباس هل للقاتل توبة راح لو قتل له توبة ابن عباس نظر في وجه الرجل فلم يسترح قال له ليس للقاتل توبة الرجل مش كان زمان لما يسألوا الشيخ سؤال لا يجادلوه احنا عندنا قضية مع الشيوخ المساكين اسمه مقاومة المعلومة يعني اكيد يا شيخ يقول له اكيد يعني عند الاحناف والملكية والشفقية والحناف يقوله عند الاربعة طبعا يشوف لين ابن حزم كده ربنا يفتح عليك لا اله لا حول ولا قد هو يضغط على الشيخ وعايز يخرج باي معلومة زيادة سبحان الله مقاومة المعلومة ليست انه في العصور عصور الانحدار اما الرجل الذي سأل ابن عباس للقاتل التوبة يا الله ليس للقاتل التوبة مش المريدين جاعدين عند ابن عباس حضرتكم كده اهل علم قال يا ابن عباس تفت البارحة ان للقاتل التوبة وتقول اليوم ان القاتل ليس له توبة قال لهم الذي سألني البارحة كان قد قتل فانا ما يفتح له ابوابل ايه الرحمة يروح يدفع الدية ويصوم شهرين يعني لها ايه لا حلول اما لما نظرت في وجه الرجل وجدته مغضبا يريد ان يقتل برخصة من ابن عباس عازي ياخد رخصة الاول ها عشان يروح ايه ياخد والفتية قبل الفعل غير الفتية بعد الفعل من يستطيع ان يفتك ابن عباس هو ادرك القضية يعني الرجل ده في حالة غضب واحد قتل له ابوه او غيره فانا عزره حقته قال لا استنى بس الاول فلما رآه مغضبا قال لا نغلق عليه الباب من الاول اما الذي قتل وتم فاذا الفتية قبل الفعل تختلف عن الفتية بعد الفعل اذا اعوذ اي استجيروا بمن يا الله بالله سبحانه يبقى اعوذوا يبقى اعوذوا تدل على هذه المعاني الثلاثة الالتجاء ها وايه والالتصاق والايه والاستجارة فانا لما اعوذ بالله اي انا يا ربي استجيروا بك الوذوا بك اختربوا منك التصقوا برحمتك طيب الشيطان عندما يوسوس للانسان يوسوس كم ساعة في اليوم متأكد يوسوس لك 24 ساعة يعني ابن الذين ده لا ينام لا لا ينام ولا يموت لا ولا يموت ليس حد من الصالحين يقتله لم يقدر لأحد ان يقتله هو موجود للايه للوسوسة كأن رب العباد يقول لك عبدي جعلت لك جنتي بستانك جنتي الوعد المتقون الضمجة عن منهم يا رب بستان المؤمن اذا اتقى وقلبك هو بستاني لكنني اخرجت الشيطان من البستان الذي ينتظرك فلماذا لا تخرج انت الشيطان من بستاني تليمين والدمسوخ والدمسوخ ايوك اذا انا اتكلم اهل علم وانا اتكلم احد اي كلام كأن رب العباد يقول اولا الله عز وجل ينظر الى صورنا واجسادنا ام ينظر الى قلوبنا واعمالنا طيب حير وجميل اتتقف امام المرأة قبل الخروج شوف الثوب مضبوط فيه نظيف مكوي سبحان الله فيه شيء خطأ فيه مسق فيه سبحان الله ليه لانه محط نظر من اخوانك صح ولا لا وانتشوف وجهك شعرك منكول لحيتك سبحان الله فانت تضبط لانك سوف تقع على جسدك عيون الناس فترد تحب ان ترى بين الناس ايه مهيئة طيب طيب من منا فكر وهو قبل ان يخرج ان يرتب قلبه لان الله عز وجل سوف ينظر اليه طيب الاخوة اللي خارج البيت ينظروا اليك كم ساعة في اليوم خمس ساعات سبع ساعة عشر ساعات صح لكن الله عز وجل ينظر اليك كم ساعة في اليوم 24 انتفقنا طيب يبقى محل نظر الخالق هو ايه قلبك وهو مستان يجب ان تري رب العباد عز وجل اجمل ما عندك بدليل المجلس اللي في البيت او غرفة استقبال او مكان استقبال الضيوف غالبا هو بالنسبة للبيت كل هو ايه ها انظفها بدرجة انك تمنع الايه الاطفال من الايه من الدخول انك تجد الاطفال يتلصصوا حسيني دخله لانه ممنوع زي جدهم اقدم قالوا كل من كله ما عاد ايه شجر دي هو عمل ايه ترك كله راح على الايه فهو غرفة استقبال الناس والمجل ده والديوان هو الاولاد احسيني يدخلوا يشوفوا اين فيه طيب اذا كنت تنظف هذا المكان لان الضيوف سوف تقع عينهم عليه ولله المثل الاعلى وجب عليك ان تنظف قلبك ها لانه محط نظر الخالق طيب بالله عليك هل يجوز ان تترك الرضيع في المجلس او الديوان او استقبال الضيوف عزكم الله يبلله او يضح فيه ما يسيء بالرائحة او قادرات او غيرها طبعا لا ليه لانه ترى ان الزائر يجب ان لا تقع عينه على ذلك لكن الزائر لو انت واخد عليه اخوك ابن عمك صديقة يمكن تمر لكن لما يكون المسؤول بتاع المنطقة لما يكون حاكم الدولة رجل مهم تريد ان ان يرى المجلس الذي سوف يجلس في ايه ها في ابهى صورة في ابهى صورة ولذلك سبحان الله العظيم الله لما اعطانا العقل قام العقل بستر ما يجب ستره ليه الجنين عريان في بطن امه لان عقله ايه غير مكتمل صح ولا لا فانت لما تجد امرأة كبيرة عندها عشرين وثلاثين واربعين سنة ومش محجبة تعرف انها ايه نعم هيك شوف رفع القلم عن ايه عن ثلاث عن الصبي ها حتى يابل وعن الايه النائمة حتى يستيق وعن المجنون حتى يعقل طيب طيب المرأة اللي مش محجبة اللي عندها ثلاثين سنة هل هي صبية اللي لم تعقل اللي دي كبيرة طيب هل هي نائمة وهي تسمع كلام الحجاب وآيات الحجاب ام مستيقظة مستيقظة يبقى الحالة التالتة ايه بيس حرص يبقى دينا وخدبنا فإذا القضية اعطا والليلة ما كأن تقول لله انا مقتنعة بالصلاة الزكاة دا شيء جميل الصلاة ايه والصومة دين وخميس تعمل عمرة دي كنها سنن ولا فرائض سنن والحجاب ايه ولن يقبل الله ها نفلا حتى تؤدى الفريضة لو انا صليت مئة ركعة ولم اصل العشاء هل المئة ركعة تقوم مقام العشاء عملت مئة عمرة ولم احج هل المئة عمرة تقوم مقام وهكذا اذا المسلم سبحان الله كأنما رب العباد يقول لك عبدي انت جعلت لك هذه الجنة بستانا ولكن كي تأتي اليها طردت لك منها الشيطان لان الشيطان ظلمة الشيطان ظلمة والايمان نور ولا تجتمع الظلم والنور في وقت واحد لا لا يصلح لا يجتمع الليل والنهار اجتماع المتضدات غير موجود ولذلك قال علماؤنا كثرة نومنا لكثرة ذنوبنا فسوها بايه قالوا هسألك سؤال كم ساعة نام في الجنة ان شاء الله يا رب ربنا يجعلها ما آلنا جميعا الواحد ينام كم ساعة وقال ليه ما فيش نوم ليه قال ما فيش ولا ذنب فلما تنام كثيرا اعرف ان راجع حساباتك شو القضية ليه لأن انت هتعيش ستين سنة خلاف ستين هتنام كل يوم ثمان ساعات قدي تلتل ايه المدة يبقى انت نمت كم سنة عشرين سنة وهتشتغل ثمان ساعات ها قدي تلتل مدة يبقى كم سنة اربعين سنة وطفولة الى ان بلغت خمستاشر سنة يبقى كم سنة خمسة وخمسين صح ولا لا فضل من الستين كان تتكلم في الموبايل ايه سبع سنين فاضل عليك كاب يبقى عمرك ضاع عمرك فين العبادة فين العلم لكن رب العباد يأخذ منك القليل يقبل منك القليل بس عايز اخلاص هو يقبل منك القليل يقبل منك منجس علم ليه قال لان الله عز وجل لو قشف عنا الحجاب الام لرأينا الملائكة طبقات طبقات الى عينان السماء ويسألهم رب العباد وهو العليم الخبير على ما تركتم عبادي يا رب يذكرونك ويوحدونك يقدسونك ماذا يطلبون مني حيث ان الجنة هل رأوا جنتي لا يا رب ما بالكم لو رأوها الله اكبر يعبدونك ويسبحونك اكثر واكثر بما يستعيدونني الاستعادة هل يستعيدونك من النار هل رأوا ناري لا يا رب ما بالكم لو رأوها يا الله يخافوا اكثر ويستعيدوا اكثر ويسبحوا اكثر قال يا ملائكة اشهدكم اني اعطيتهم ما يرجون وامنتهم مما يخافون يا الله يقول ملك من الملك انهم امناء ان فلانا ليس منهم انما جاء في حاجة له فهو سأل عن فلان اللي له دين عنده ما وجدوش في البيت وحلم عاد الدين فزوجته اولاده قالوا لا ده راح ايه راح عند الشيخ عمر يسمع له كلمتين من اي خلام فهو جاء عشان ايه يبحث عن ايه يقبض على الايه المدين متلبسا عند الشيخ تمام فهو جاء لغرض الله فلما جاء احرد قال ما اقول يعني قالوا عنده يا والد اسمع ايه اسمع كلمتين هو نيته مش جاعت كده وانما جاي يعني تمشيت حال الملائكة بامر من الله لان الله يقول عمدا فعلت عمدا فعلت عمدا فعلت انا الرب الوفي غير الخلي الرضي غير الغضوب اشهدكم انه معهم والمرء مع من احب هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جريسهم الله المرء مع من احب قالوا يا رسول الله يعني انا احب القوم ولا اعمل عمله من منا لا يحب ابا بكر من منا لا يحب الى البيت من منا لا يحب بلالا من منا لا يحب ابو هريرة من منا لا يحب ابا حنيفة ومالك والشفيع واحمد كلهم احب لكن هل نعمل عملهم لا لكن من رحمة الله المرء مع من احب ابن سيرين جاعد في الدرس دخل عليه واحد قال والله احنا عندنا مخزن المخزن ده فيه اكياس اكياس فيها قمح واكياس فيها فول حبة الفول اكبر من ايه من حبة القمح فطحن القمح فطحن السوس معه وبعدين اليوم يعملوا الفول الى دشيش واذا يكسروا يعني لانه لا يطحن الفول تنقسم الى ايه الى قسمين فنزل السوس سليما شوف ابن سيريني من صاحب الاكابرة يسلم يمشي مع الكبار يحترم وابن القيم جاعد في واحد حكى له حكاية رمزية قال له احكي لك حكاية رمزية قال له احكي قال له فيه فار عزكم الله احب الجمل هو حر يا اخي يحب ان يحبه والجمل مطيع فالفار من محبته الجمل مسك الخطام بتاع الجمل الجمل ميش وراه واخد بالك وبعدين فضلوا ماشيين لقد نجوم عند ايه البيت بتاع الفار بيت الفار ده شكله ايه جو احرك شق كده في الله الفار وقف ايه محرج هيقوله اتفضل اتفضل فين طيب ده الجمل فوقف الفقر متحيرا فالجمل اعطاه درس في الاخلاق قال له اما ان تحب على قدرك واما ان توجد بيتا على قدر من تحب خلني بالك انت شو شو الحكمة اما ان تحب حاجة على جدك يا اما جيب بيت على جد ايه ابن القيم سمع القصة اه انا سمعت القصة وانت سمعت القصة ابن القيم لأذن اخرى قالوا انتم ايها الناس شو الكلام با اما ان تصلي صلاة على قدر مقام الله او ان تعبد ربا على قدر صلاتك كلام خطير هذا والله ما هي اما انت تصلي الصلاة جارية هدية تهديها للملك قال ابو حمد هل يجوز ان تهدي للملك جارية شلاء او عوراء او بكماء تعالي سودي هدية لرئيس الدولة او للوزير او لرئيس الوزارة او لرجل ذو حيثية تعطيه اسوأ الهدايا ام تتراها وتشوف كيف تلفه كيف تضع لها الغلاف وتضعها في علبة شكلها ايه وتعيد النظر وتستشير وتستخير ليه لان رايحة فما بالك بالصلاة الله يرضى عن عمر لما رأى رجلا ينقر ركعتين عند الحرم نقر ركعتين زي حالتنا كده وسلم ورفع ايدي بالسماء اللهم يتخل الجنة وارزقه من الحر العين عمر لم يحتمل ماسك الدرة ضرب قال يا رجل اغليت العروس وارخصت المهر وفين المهر بتاخد بين الحر العين ده انت عشان تاخد بنت ابو اسماعيل ولا بنت عبدالله فلان يعني انت عارف اللي حصل لك ايه سبحان الله ويطلبوا منك ايه ده عشان ايه وحدة يعني حور عين وقد بالك انت فمأنا يعني ورأيت ما رأيت سبحان الله فرغم ذلك انت كما قال ابن قيم اما ان تصلي صلاة على قدر مقام الله ولمن خاف مقام ربه جنتان سبحان الله ليه جنتان ليه جنتان قال العلماء الواحد مننا لما يولد الله يوجد له مكانين مكان في الجنة ومكان وعلى عادة بالله في النار العبد مات تاتي يوم القيامة يغضو المؤمن ويعدوه على مكانه في النار اول ما يرى المكان يستعيد بالله من غضب الله تقول الملائكة هذا مكانك لو فجرت او فسقت او مت على ضلالة لكن الله نجاك وادخلك هذا المكان ويغضوه على الايه الجنة يبقى فرحته كان فرحة لا مش اتنين ثلاثة ليه في فرحة مختبئة الفرحة الاولى انه نجى من النار والفرحة الثانية انه دخل الجنة والفرحة الثالثة انه ورث مكان الكافر في الجنة لان الكافر لما كفر والعياذ بالله الملائكة تمرروا على ايه الاول على الجنة يقول يا الله يقول لا بس مش مكانك ما انت ما انتقيتش الله لو اخدينه على الايه على النار يبقى مصيبته ايه مصيبتين مصيبة انه ما دخل الجنة ومصيبة انه ايه استخر في النار لكن فرحة المؤمن ثلاث فرحات ثلاث انواع انه اخذ مكانا في الجنة ومن قبل نجى من النار وانه ورث مكان الكافر قال ربنا اولئك هم الايه الوارثون الله ارث بس مرث ايه لا فيه مناقصات ولا حد يطلع يقولك ده ظلمني ده خد قطعة الارض المتميزة واعطاني البيت التعبان خد الحديقة المتمناة انما هذا الميراة لا يعاكسك فيه احد ولا يضادك فيه احد حتى ان اقل ملك رجل في الجنة يسير الراكب فيه مسيرة الف سنة الفين سنة يظن انه اعظم من اعطي في الجنة وهو اقله يقول يا الله اعطاني هذا الملك قال واذا رأيت ثم رأيت نعيما وبلكا كبير وجاد بالنكرة جاد بالنكرة للايه بالتعظيم جدا واذا رأي الله ما جعلنا من اهلها يا رب العالمين طيب يا سيد اعوذ بالله من الشيطان يعني ايه الشيطان شطن يعني بعد شطن الرجل يعني ابتعد والشيطان سمي بهذا لانه ابتعد عن الاستقامة وابتعد عما امر رب العباد لهو به ابتعد عن امر له شطن كلمة شطن طيب طالب انه شطن وابتعد يضاف اليه كلمة اخرى وهو الرجيم الرجيم والعياذ بالله هو الملعون المطرود من رحمة الله عز وجل والمذكور بسوء المذكور بسوء كل واحد تجي سلت الشيطان يقول ايه عوذ بالله صح وذلك قال اعذر لابراهيم لارجمنك يعني ايه ارجمنك ها اما ان اضربك بالحجارة لهذا نوع واما ان ايه اذكرك بسوء فاجعل الناس لا يؤمنون بك وانا الولد ده عاق الولد ده مش كوي يسأل الولد ده كذا سبحان الله ولسه الشيخ ان يقرأ من المطرفين ان الذين اجرموا ها كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون يبص عليك ان الله مسكين ما شوارنا الشيخ غيرتنا يودوا في ده ابدو من الله يقول طب انتهت للشيخ كلا انا شواره حد يطول سبحان الله فانا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون فرعون كان يقول على موسى ايه ها اني اخاف عن ايه ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض ايه اموسى لا يظهر الفساد يا فاسد هو يعني شو فرعون هو يقول لا ده انا خايف عليكم من موسى ده ده يضيع الدنيا موسى يضيع الدنيا وما انت بتعمل ايه سبحان الله فهذه القضية سبحان الله العظيم ولذلك القرآن في عجب ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون لو انت وزوشتك مستقمين وملتزمين تروح تزور اخوك اول ما تدخل ايه فاتح التلفزيون على التهريج اه اشوف اقول لك ايه الكلام بتاع الشيوخ ده بره هنا عندنا احنا عيش وفرفش تحوله ولا عيش ايه يا ده عيش ايه والله دي مش هذه ليست معيشة قال ربنا ومن اعرض عن ذكري مش فعينا له حياة ضنكة لا ربنا قال فعينا له ايه معيشة ضنكة المعيشة لا تذكر الا في حقارة العيش لكن التاني ايه قال فلنوحينه ايه الحياة هي الربيع في اللغة الحياة هي الربيع ربيع الارض يعني الربيع ينجي والزرع يطلع والازهار تتفتح والثمار ده اسمه ايه حياة الارض حياة حياة يعني هذا هو الربيع فلنوحينه حياة طيبة فهو اولا شيطان شطن وبعوه وبعدين رجيم ايه مذكور بالسوء مطرود من رحمة الله طيب الشيطان لا يأتي لك بالمعاصي فقط خلي بالك لا لا يأتيك داخل الطاعة لا قعدان لهم ايه صراطك المستقيم انت دخلت فوجدت المستد راحة نفسية وقفت على جنب كده وقفت تصلي ركعتين بهدوء وخسوء بعدين بدأت يعني تشعر بطعم للإيه للقراءة فأطلت هل يتركك الشيطان يجي يقول لك ايه انت عايز تعمل يعني عمر بن الخطاب وعثمار بن عفان قدام الناس لانت في البيت بتصليهم في ثلاث ثواني جاي تصلي ركعة في ساعة يا رجل لكده انت مرائي وليسير من الرياء شرك وانا انصحك بالله عليه لو اطعته تكسب ان تخسر تخسر هل هو ينصحك هل هو يعني حريص عليك طب ما اقسم لابيك من قبل قال ما نهاكم يا ربكما عن تلكم الشجرة الا ايه ان تكون ملكين اه او تكون من الايه من الخالدين يا الله هو عزف لابينا ادم على وطر يحبه من منا لا يريد ان يكون ملاكا طاهرا كلنا مش زمان على ايام وايامك او ايام يعني زمان او ايام ابوه وابوه لما كان الولد صغير كنت راح يدخل الصف الثالث لابتدائي بص البراءة في وجه العيال كنت نقول الاطفال ايه الاطفال احباب الله صح ادخل ايه الصف تيجي توه بس بس الحالي بالصلاة انت تتقياخ سبحان الله براءة مني منه البراءة معناها الا يعرف شيئا صح او لا طبي اذا كان الولد عارف كل شيء وتستطيع أن تتعلم منه كل شيء أين البراءة البراءة من الولد يكون عنده جهل بشيء خلي انت كده المحمول اللي في قدك ده مش عارف تشغله عطيه الولد اللي في قد ابتدائي شغله لك ويصبطه لك ويديم لك لا إله إلا أنت سبحانك طب يا ريت انت يا ابني برضو نفس القضية نبيه في الأمور الأخرى وأنا من ضمن كلام اللغة إياك أن تقول على ولدك أنه شاطر والذكي نبيه عبقري عفريق جن كل ده حديث طيبة شاطر هو اسم من أسماء الشيطان والشاطر هو الخبيث اللص الشيطان فيجوك الناس يقول ايه الولد ده ايه يا ابن الله يرضى عليك بلاش سبحانه ضايا العظيم يعني كلمة شاطر هذه لا تقال إلا في السوء ونحن لقلة فهمنا باللغة سبحانه الشاطر شاطر لا والذكي الولد ده يعني كله شقاوة تقول لا حرام الشقي هو من ابتعد عن رحمة الله وهو الذي يعصي الله ليل النهار وهو الذي يؤخر التوبة ده هو الشقي اما الولد ولأنه كثير النشاط ما شاء الله كده يعني عمر زي الجن اي تعبير اخر ولكن بلاش كلمة ايه الشقاوة ليه سيدنا عمر ماشي بالليل فليجي ناس جاعدين في الدمخيمة وموقدين نار شتاء عمر الله يرضى عليك مؤدب بأدب النبوة قال السلام عليكم يا اهل الضوء لو واحد مننا كان يقول له السلام عليكم يا اهل اللي صح ولا لا لكن سيدنا عمر مؤدب حتى اللفظ لا يخرج إلا منضبطا اللفظ خارج منضبط الله يرضى عن ابي هريرة واحد ماش كده قال ابي هريرة هل استطيع ان اصلي بعد صلاة الصبح هو اولا العلماء جميعا اجمعوا انه لا يجوز ابو هريرة لا يريد ان يقول له ايه لا تصلي فقال له ايه قال له اصلي بعد شروق الشمس الرجل لم يفهم في ناس عايزة اجابة واضحة قال له هل اصلي بعد صلاة الصبح قال له اصلي بعد شروق الشمس اتسأل مرة ثلاثة اللي قاعدين مع ابو هريرة قال له يا ابا هريرة قل له لا يصلي قال ارى اتريدون من ابي هريرة ان ينطبق عليه قول الله عز وجل ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى هيروح الرجل يقول ايه واحد سأسأ واحد ماشي كده معدي ما سمعش السؤال هيروح يقول ابو هريرة قال للرجل ايه لا تصلي يعني ويقال ان احد العلماء الكبار رفض ان يزور اخا له في الله من اهل العلم محمد ابن المنكدر ليه مش عايز يزوره لانه قال مرة عن امير المؤمنين يا مهدي هو اسم الرجل المهدي امير المؤمنين المهدي فكيف انت تقول عليه المهدي فماذا قال الرجل قال كلنا ولدنا في المهد زي مثلا ايه واحد مولد في الكويت اسمه ايه علم النسب ها كويتي طب واحد يعني واحد ولد في الشام يبقى ايه شامي في المغرب مغربي ها في بلاد العرب عربية وهكذا سبحان الله فده اسمه ايه النسب فهو عشان يعرض بالمسألة قال انه مهدي من ايه ولد في المهد عشان يبقى دقيق الايه دقيق التعبير ولا يكون خائنا لله يوم القيامة يا الله قصة عجيبة ل ربما ذكرنا لكم بالامس قصة الشيخ رحمود شاكل الشيخ الأزر رحمة الله عليه في الثلاثينات ذكرتهاش انت عايزين قصص ولا ايه قصة يعني تعلمنا كيف كان العلماء كان الملك فؤاد ملك مصر يحتفل باول مصري يحصل على درجة الدكتوراه من السربون ويعود وكان هذا الطالب هو طا حسين فالملك يعني عنده فخر انه ولد كفيف وكان ازهري وراح السربون وفرنسا وتفوق على بقية اقرانه فجاء به يوم الجمعة للاحتفال في الجمع الازهر كان الملك فؤاد لو شيخ يمشي معه باستمرار يخطب له الجمعة اذا كان الملك موجود فلندن يخطب فالشيخ محمود شاكر تنحى عن المنبر وخلى الشيخ اللي مع الملك تفضل ماذا قال الشيخ فوق المنبر نظر الى الملك وقال ما عبس وما تولى ان جاءه الاعمى انتهت الصلاة واسرعت حاشية الملك باخراجه وقف الشيخ محمود في المكبرات يقول ايها الناس اعيدوا صلاتكم ان امامكم قد كفر لانه تعريض رسول الله يعني الله يقول لرسول ايه لما شف ابنه مكتوم عبس وتولى التاني بيقول له ايه ما عبس وما تولى حاول الشيخ يلحق بالملك الملك رأى على القصر ذهب اليه وصمم على مقابلته وقابله وقال له اعيد صلاتك ان امامك قد كفر يقول ولده الشيخ احمد شاكر رحمة الله على الجميع رأيت رجلا على باب الجامع الازهر مهلهل الثياب يأخذ عزكم الله نعال الناس يضعها في اماكنها ويأخذ يعني مليمات وحاجة زهيدة نظير هذا العمل فطالعه في وجه رآه هذا الشيخ الذي كان يعلن من برد لان الا الاذب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم يكون في الكلمات وفي النظرات وفي الوقفات حتى اننا تعلمنا من علمائنا العالم تعرفه بكلامه وتعرفه بصمته اذا صمت العالم تتعلم منه كاللينا الشيخ رحمة الله عليه في المجلس دخل ثلاثة من عدية القوم يتعاملون بالربا فأول ما جلسوا الشيخ جي عند واحد مسكين جاعد في الجلسة لا يعرف يعني ايه ربا ولا ايه مصرف ولا ايه بنك ولا يملك من حطام الدنيا شيء هو لو بيح كله كده ما يجي شيء الشيخ ركز عليه قل يا ولدي الربا حرام اتقل لا الربا يمنع البركة الربا الشاب يتصبب عرقا قال لا لا الربا ايه احنا الشيخ يتكلم عن ايه غادر القوم الثلاثة المكان فربت الشيخ على الشاب وقال يا ولدي كنت اؤدب بك غيرك انت بس كنت ايه زي انت كده يعني لما تحب تهزر شوية مدعبات الزوجة بس الثقيلة شوية لما يكون عندك بنت كده ومش فرحة في التعليم او خدبالك انت والله البنت دي مش عارف غبية كده طلع على اخوالها ولا الخلاتها ولا لا اله الا الله رحال الله ترد انت يعني بقى الولد وطلع عصب المين يعني المين يعني العم واعمام وهكذا ندخر في دوامة تخلص الحقوق عن طريق الاطفال ودي طبعا ليست ايه ليست بالزوجية الصالحة طيب صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ليه دايما لما الله سبحانه وتعالى امرني بالاستعاذة قال فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ليه وسوسة الشيطان انت اللي بجي تقرأ القرآن تقول ايه اعوذ بالله السميع العليم ها من الشيطان الرجيم ليه السميع العليم ليه الصفة دين دون لان الشيطان لم يوسوس هل تسمعه انت ولا اسمعه انا من الذي يسمعه لا اسمعه الا الله فانت بتستجير بسمع الواحد الاحد الفرض الصمد الذي لا يسمع وسوسة الشيطان الا هو وبعدين العليم علم بدرجة الوسوسة يعني انه بوسوسة في ايه في وضوء سهلة في صلاة تجبر طب لو وسوسة في العقيدة مصيبة لو دخلني في الوسوسة وانا ما اغلقتش الباب هذه كارثة ولذلك الله يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوات ليه خطوات لانه خطوة خطوة ليه لان هذا هو الذي يجعل سبحان الله الشيطان له مداخل الشيطان له مداخل الصحابي ماشي في الطريق وجد امرأة جميلة جاية هي جاي في الطريق المقابل في ظل ينظر اليها ينظر اليها لغاية ما مرت من جنبه مرت من جنبه الشيطان خلاه ايه يعدل الدش نحيتها خلاه بارك انت الطبق ولا الريسيبر ده فظل ماشي هو ناسي راح داخل في جدار الجدار فتح راسه الدم ينزل شوفوا الادب الصحابي قال والله لن امسح الدمعا واتشي حتى ااتي رسول الله شوف حل للمهزلة هو كده كان يريد ان يقولها كذا فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى قال اجلس فاذا بالايات الكريمة تنزل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكالهم وقل للمؤمنات يغضلن من ابصارهم ويحفظن فروجهن الايات اذا كلام الله سبحانه وتعالى الرجل التابع التابعين رحمة تلميذ له في وليمة بعد ما اكلوا عند الناس قالوا الناس من باب الادب وحد صب لهم ايه ماء فغسلوا ايديهم بعد ما تركوا المكان التلميذ يقول لشيخه ايه ليس من المرؤة ان تصب النساء على ايد الرجال قال الشيخ ده المريد يقول ايه عيب مش من المرؤة ان في حرمة ها تصب ايه على ايد رجل غريبة قال الشيخ والله منذ سنوات وانا اكل عند هذا الرجل لا ادري الذي يصب على يد الماء رجل كان ام امرأة شوف من كرم الله عليك بس انت ما بستغلش الفرصة ربنا خلقك نظرتك امامية وخلق زوجتك وامك واختك ومنتك نظرتها جانبية فالمرأة تجيد تفاصيل التفاصيل وانت لا تلمي بالتفاصيل وروح زور اخوك اقول انت مع اخوك خل الحرمة تدخل جوة عند ايه اختها او صديقتها تمام هي مرت على المجلس ايه مرور الكرة وانت قعدت فيه ساعة بعدما ترجعوا البيت يقول لك شفتها ابو احمد السجادة اللي كانت تحت ريديك قال لا انا وكان فيه سجادة تحت ريديك رجل لا يدرك هي وهي ماشية لمحت ليلة نظرتها جانبية هذا ليس عيبا هذه وذلك قلت معرفة الرجال بطبائع النساء التي توسع هوة الخلاف بين الزوج والزوجة لكن لو فهمنا وفهم بعضنا بعض فتحتاج إلى تفاصيل انت عندما تغضب ماذا تصنع تريد ان تتقوقع سيبوني الان ويغلق على روحه ويعيد حساباته هي لا هو ايه اللي حصل خير ان شاء الله يعني خير يا رجل يقول ايه اللي حصل الشيطان هو انه ايه واجب بين الايه بين اللاعبين واجب في السنتر واخد بالك انت عايز يشغل كل امكانيات قريده الان ولازم تعرف التفاصيل يا رجل يقول لي هو انت يعني تحكي لاصحابك والامك والاختك وانا مش زوجتك احكيه له ايه اللي حصل الاول بتبدأ هادئة وانت انا الان لا اريد الكلام هو سبحان الله البكب مايجيش الا معايا انا خد بالك فانت ابتد ايه بعد كنت هادئة بدأت الايه الموضوع السخونة بدأت ترتفع بعد ما كانت 37 ونصب بدأنا ندخر على 39 خد بالك انت بدأنا ندخر على بدأنا خمسة رختر بدأت سبعة رختر يعني خد بالك انت يا حرم لا لازم اعقل سبحان الله ولذلك انت من الواجب اذا اردت ان يعني تمتص صدمت من امامك من الواجب اعطيه جزءا مما يحب حتى تلهيه بها عنك ليه لانك لو امتنعت تماما الكارثة المصلحة ليست في ليه هتطلق عليك الباب يا راجل اخر يكلمني يا راجل سبحانه هذا كلام غير منطقي ولذلك من دخل بيته فاستعاذ بالله وسمى الله وسلم على اهله قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم الليلة ده بيت من غير شياطين واذا دخل الرجل فصفق بابه خلفه ولم يسم الله ولم يسلم على اهله قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء ولا تكن كابي نواس ابو نواس كان رجل مهرج فقال لزوجت ايه قال اول ما بدأ الاكل قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخلعي امرأة الخمار قاعدت تكل معا بالخمار خلعت الخمار قالت ما الذي حدث قال استعاذت بالله من الشيطان الرجيم وانت خلعت الخمار انا استعاذت الشيطان مشي خلعت الخمار الملائكة مشيت وانا لا اريد زحمة على الاكل اعزي كل واحدة هذا تهريج هذا رجل مهرج يعني طبعا دعس ايه من بابل الترائف يعني المهم الاستعاذة الاستعاذة علم وحال وعمل يعني اعلم اعلم اولا انه ليس لي من عدو الا الشيطان شوفوا العلماء جمعوا كل العدوات لنا وجدوا اتنين الذين يقاتلوننا ويحاربوننا كراهية في الدين هذا هو العدو الظاهر والعدو الظاهر لما استعين بالله عليه الذي يعينني يمدني رب العباد عليه بمدد من الملائكة يبقى لما يمدكم ايه بخمسة الاف من الملائكة او بثلاثة الاف زي ما حصل في بد الخمسة الاف جاهزين في اي وقت يبقى عندما تستعين بالله على العدو الظاهر يعينك بالملك لكن لما تستعين بالله من العدو الباطن الذي هو الشيطان ها يمدك الله نفسه شوفوا يعني الشيطان الذي هو يواصل لما جيه تستعين بالله فعندك اول شيء في الاستعادة علمك بانه عدوك الحقيقي هذا علم اول شيء بعدما تعلم ان هذا هو العدو انت تركز ان ليس عمك عدوك ولا زوجتك عدوك ولا ابنك ولا جارك ولا زميلك في العمل ولا صاحب العمل فانت تركز فانت تركز في عدوتك للشيطان لان الذين هم اعداؤك من البشر ربما يصلح الله الحال موقف معين كده ربنا يكرم سبحان الله العظيم رأينا رجل اسمه ابو عبدالله القرش ابو عبدالله القرش اللي كان عايش في مكة وكان زوجته على مدى تلاتين سنة تؤذي ويصبر تؤذي ويصبر تؤذي ويصبر الاخر الرجل وصل الى حالة فترك البيت وخرج ترك مكة وخرج هو ماشي دله الطريق على غرفة فوق جبل فصعد ديجي اتنين من العباد يعدين يعبدو ممكن رقعد معاك وتفضل العربي زمان كان لا يسأل الضيف عن اسمه ولا لماذا هو قاتل اللي بعد كم يوم ثلاثة ايام يوم يعبدو الله قرار القرآن بعد العشاء قال احدهما للاخر ادعو الله ان يرزقنا بعشاء اليوم يعد يدعي يا رب يا رب يا رب وتمتب بكلمات عشاء فقال يتمتب بكلمات اذا بطارق يطرق ومعه يعني شيء طبق كبير عليه انواع من الطعام فتحجب ابو عبد الله قال يا الله الناس لدعوتها مستنجابة يا رب رزقنا جهد الغزق ثاني يوم العابد التاني بدأ يدعو لحظات وجاء طعام اخر على اناء كبير ثالث يوم قالوا للضفء ادعو قال انا رجب مذنب وجاهل وكثير الذنوب سبحان الله قال لا لابد من الدعاء فقال يا رب ليس لي عمل صالح اتقرب به اليك ولكن يبدو ان هذين العالمين والعالمين الجل والوليين الصالحين قريبان منك يعني بثواب ما يعصنعان من خير ارزقنا هو بيقول كده فاذا برجل يأتي ويطرق ومعه لسه اناء واحد لا اناءين قلوا يا رجل انت دعيت قلت لي ما شاء الله عليك قال انا تقربت الى الله بالاعمال قلولي انت كل يوم يستجاب الدعاء بما تدعوان قال والله بلغنا عن رجل من اهل مكة يسمى ابو عبد الله الواسطي هذا الرجل زشته بتسيء اليه وهو يصبر عليها فكل يوم يقول يا رب بحق صبر ابي عبد الله على زوجته ارزقنا فيرزقنا يا الله لقد نرجع بقى بلما انا ليا درجة عند الله عن طريق ام ام فلان دي لذا خير وبركة لما نكون قريب عند الله عز وجل فلذلك التابعي لما يقول طلقها يا رجل ست متعبة طلق قال لا قال ليه عجيب انت تعودت على الهم والنكد يعني قال لا اخشى ان يبتلى بها غيري انا تعودت غيري من يقدر يتعود اتفقنا ان الاستعاذة علم وحال وعمل فالعلم اعلم انه لا عدو ولي الا الشيطان وان له مداخل هذه المداخل يجب ان تسد ومن اكبر المداخل التي يدخل منها الشيطان سرعة الغضب لان الانسان اذا غضب تلقفه الشيطان وتحكم في صغير الامر وكبيره يقال فيما يروي عن بني اسرائيل ان العبد اذا غضب جعل الشيطان العبد هذا في يده كالكرة في يد الصبي يقلبها كيف يشاء هل انت لما يكون كرة في يد الطفل فالشيطان يقلبك سعة الغضب وتقول وبالغضب تطلق زوجتك وبالغضب تخسر امك وتخسر اباك وبالغضب تخسر جارك وتخسر العمل الذي تعمل فيه فالغضب كارثة كبرى فاذا غضب احدكم اول شيء يستعيد الله من الشيطان الرجيم وبعدين يغير وضعه وبعدين يتوضع ليه لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار والنار لا تطفع الا بالايه بالماء طيب اذا هذا علم يتحول العلم الى حال تستشعر ان الشيطان يريد ان يوسوس لك في كل حال ولذلك قال علماؤنا وانت تنحظها هذه صلاة المغرب اللي بعدها درس علم تختلف عن صلاة العشاء اللي بعد درس العلم ليه لان القلب شهن فلما القلب يشحن الشيطان يضمحل فلما الشيطان يضمحل انت تقترب من الله اكثر ويصف قلبك اكثر لكن شوه الفرق بين صلاة العشاء اللي بعد درس العلم وصلاة الظهر اللي اثناء العمل اثناء العمل غيبة ونميمة واللي رايح واللي جاي واللي سبحان الله وقال والمدير عمل والمدير سوى سبحان الله لا اله الا الله وسط ربكة الحياة وذلك انا انصح نفسي والاخرين قبل ما ندخل في الصلاة في اي وقت يريد نفتح المصحف ونقرأ صفحة او صفحتين ليه اللي على بطريقة اولادنا الشباب هل يستطيع المدرب ان ينزل اللاعب من على دكة الاحتياطي فجأة الى الملعب ولا يعمل له الاول عملية ايه تسخين واحماء يخالي ايه يلف شوية حولي البلعب بعد يلف حولي نفسه ويلف حولي نحن المهم يعني فالتسخين ده يعمل له ايه يهيئه عضليا للدخول الى ايه الى المعركة هم بيسموها معركة وبطل وبطل ونسينا الابطال الحقيقي المهم فالى ان يعني يعمل له عملية الاحماق والتسخين بيعده طب انا المحام عشان يروح يقف امام القاضي بيعمل ايه يجهز المستندات ويضبطها خل المستندة الاقوى فالاضعف فالاقل فالاقل يبدأ بالدفوع ويقول لك اذا الخصف عمل كذا انا ارد عليه اقول له كذا واذا القاضي فانت تجهز نفسك واحد بيعدل مؤتمر هيحضر فيه الملك او الامير او الحاكم او الرئيس لا تبدأ ان يكون القاعات من ضبطة التوقيت الكراسي محطوط عليها الضيوب باسمائهم هذا ترتيب طب انا سوف اقف بين يدي الله مرة واحدة كده من الدنيا الى لم ينفعش اقف اجلت مكاني وجمع عصابي استغفر الله اقرأ القرآن ابدأ في ايه في معمعة النور التي سوف اصلي وبعدين تأتي اسرار الصلاة الدنيا التي تشغلني عن الله اخذها عند تكبيرة الاحرام على ظهر كفي والقيها خلفي واتوجه واتمثل الكعب امامي قائلا الله اكبر اي اكبر من العمل ومن الرزق ومن المشاكل ومن الزوجة ومن الاولاد ومن الدنيا ومن ومن وبعدين ابدأ في التفكر فيما اقرأ الحمد لله رب العالمين يا الله يعني ليس ربي انا وليس رب المسلمين فقط كل ما سوى الله عالم الرحمن الرحيم يا الله رحمته سبق مالك يوم الدين الحمد لله تخيل انت ان يوم الدين يملكها اخر سبحانه وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله قال علماؤنا لو اعطي مفتاح الجنة يوم القيامة لمؤمن ادخل من شئت وامنع من شئت قال العلماء سوف يدخل ويغلق الباب خلفه يقولك عن زحمة دنيا اخرى من كرم الله علينا ان يوم الدين ملك لله ولا الانبياء ولا المقربين ولا الرسل انما هو ملك لله مالك يوم الدين وهذه الصورة طلاقة القدرة الالهية مالك الاستعاذة علم بحجم الشيطان ووسوسة حال يبدأ هذا في حال علاف الاعمال وبعدين اقول ايه اقول الشيطان يجيني ويشجعني على شيء لا يشجعني الا على ما يوافق هوائي وانت بين امرين بين شرع رباني وطبع انساني الشرع رباني يتمنى ليلا ان تقوم لله اما ان تنام الشرع رباني ايه تقوم لله طب الطبع الانساني انا تعبان صح او لا التثاؤب لا يهجم عليك الا هو ما تفتح المصحف تفتح المصحف لا اله الا انت التثاؤب من ايه وكم مرة تثاؤب النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة ولا مرة ليه قال لكل انسان شيطان قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان اعانى لله عليه فاسلم مش الشيطان داخل الاسلام يعني لا فاسلم فعل فاسلم انا من شره يعني الشيطان هيجي جنب النور طب عزك الله المسجد هذا شوفوا الاضاءة هل تظن ان الخفافيش تدخل يوما البوم تدخل يوما لا تستطيع ان تعيش في الايه في النور لكن لو غلقنا المكان وغلقنا البيت وهجرنا وسفرنا وتركناه السنة نجد نفتح نجد ايه الحيات والعقرب هكذا قلب العبد اذا اشرق فيه التوحيد لا يعشش فيه الشيطان مش ممكن الشيطان لا يعشش الا في داخل فكرة الايه فكرة الانغماس في الدنيا والاضلام التام من كثرة المعاصر اول ما الانسان يعص اللفظات والخطرات والخطوات والخطوات سبحانه الله والكلمات كل هذا سوف ايه سوف يظلم او يجعل الانسان قلبه يظلم فيعشش الشيطان فيسكن ولذلك الشيطان يعني كما قال صلى الله عليه وسلم اذا جاء الليل اطفئ المسرجة واغلق الابواب واوكئ الايه السقاء يعني ايه غطوا الانية اطفئوا الانوار وبعدين اغلقوا الابواب لان اللصة يدخل بسهولة الى البيت الايه المفتوح بابه مفتوح طب انت ما الذي يفتح باب قلبك للشر دي اغنية حلوة دي امرأة شكلها مش عارف ايه دي مسلسل بسيط دي قصة جميلة دي صورة مش عارف ايه هذه ابواب يدخل الشيطان فيها سبحان الله اول ما يدخل الشيطان فيها يعني سبحان الله فاذا دخل من الصعوبة بمكان ان تخرجه فالاستعادة علم بحجم الشيطان وحال تحاول ان تطرد بهم الشيطان وعمل هو كثرة التصاقك بالكتاب والسنة وبمجالس العلم عند اذن العلم مع الحال مع العمل تأتي قضية الاستعادة انظر الى كل الصالحين في القرآن الذين استعاذوا بالله من الشيطان الرجي ماذا اعطوا كل واحد من الدعاة الاول لما استعاد بالله سبحانه وتعالى اعطاه الله خلعتين او وسامين او شرفين تعالى اول واحد سيدنا نوح رب النبني من اهله وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين ماذا كان الرد قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح قالت ابن عباس انه عمل غير صالح اني اعظك ان تكون من الجهد قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لبيه علم فماذا اعطاه الله اعطاه خلعتين يا نوح اهبط بسلام مننا وبركاتنا عليك اعطيتني اهبط بسلام مننا وبركاتنا عليك طيب سيدنا يوسف قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي ماذا قال الله له كذلك لنصرف عنه الايه السوء والفحشاء سبحان الله قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا فاخذ احدنا مكانا قال ما عاد الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده فاعطى الله ايه خلعتين رابع فرفع ابويه على العرش وخر له ايه بهذا المنطق طيب اليهود بن اسرائيل ماذا قالوا لموسى الرجل عنده عشر اولاد وفقير اخوه ملياردير معدوش ولا ولد وفي شريعة بني اسرائيل ان الوارث الحقيقي لهذا الاخ هو اخوه فاخوه ينتظر ملك الموت يقبض روح اخوه الغندة فقدك وان انتظر ملك الموت له فهو ايه عجل بالقضاء قتله وبعد ما قتله راه لكريم الله يا موسى ان اخي قد قتل ولا ادري من قتله بنوا اسرائيل انتظروا موسى يحقد به قال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة مقاومة المعلومة شوف المصيبة اللي احنا ابتلين بها كبني اسرائيل مقاومة المعلومة قال لك يا موسى هو يقول لك اخوي قتل وحنا عايزين نعرف القاتل تقول لك اذبح بقرة ايه قالوا اتتخذنا هزوة قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهدين معقولنا في تهريج في دين الله المهم طبعا انتعرفين قصة البقرة والولد الغلام اللي سابه ابوه وسوف نأتي لهذه القصة ان شاء الله عندما كنا من اهل الدنيا في تفسير البقرة باذن الله كذلك اضربوه بعضها اخذوا اللحمة من البقرة وضربوا الميت المتوفى صحي قال اخي قتلني ومات حتى قال ربنا فيهم بعد ما سألوا هي البقرة لنها ايه هي بتشتغل ولا ست بيت سبحان الله وعمرها كام وطبيعة مهمتها طبولنها طب سبحان الله لا في الاخر ايه الآن جيت بالحق شوف سوء الادب الآن يعني بعد يعني قبل ذلك ايه ما جيت بالحق الآن جيت بالحق وقال ربنا فذبحوها ويعني يوم ما كنت يفعلوه ما كنت يا اله ان الله المهم فلما استعاد سيدنا موسى سبحان الله قال ربنا قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت فربنا نجى سيدنا موسى من كلامهم واظهر صدقه سبحانه وتعالى الامنا مريض قالت اعوذ بالرحمن منك ان كنت ايه كنت تقية فماذا اعطاها رب العباد برأها وانطق لها ايه ولدها رضيعا قال اني ايه فاشارت اليه قال اني عبدالله اتاني الى النضق قال اني عبدالله اتاني الى الكتاب واجعلني الى الايات سبحانه وتعالى اعظم اذا هؤلاء الصالحون استعاذوا فاعطاهم الله وانت عندما تستعيذ ما هي الخلع التي يعطيها لك رب العباد اول شيء يقهر لك الشيطان سألوا الحسن البصري قالوا يا بصري ماذا تستع مع الشيطان قالوا ما الشيطان اطيع فما نفع وعصيا فما ضر اطيع فما نفع وعصيا فما ضر رأينا هذه المرأة التي نذرت ان تضرب بدفها اذا عاد الرسول غانما من الغزوة نذر الرسول سمح لها وكان يتحمل صلى الله عليه وسلم قلبه واسح وصدره من شرح المرأة تضرب الدف دخل ابو بكر كمرة نعصر دخل سيدنا علي دخل عثمان دخل عمر خبأت الايه الدف بما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأاك الشيطان تسير في طريق اليا من الخطاب الا وسلك طريقا اخر ان الشيطان لا يفرق منك يا عمر الشيطان يخف منه هل بمنظره ام بعمله عمله بالعمل سبحانه الله العظيم فالعبد الصالح هو الذي كلما استعاذ بالله عز وجل اعطاه الله خلعتين كبيرتين يقهر له الشيطان واذا قهر الشيطان دايما نقول ايه التخلية قبل التحلية التخلية في واحد منكم يأكل السمك قبل ما ينزع الشوك نزع الشوك ده اسمه الايه التخلية وبعدين ايه ناكل سبحان الله صحيح ولا لا طيب انا عشان العبادة بتاعتي تكون سليمة لازم لا يكون فيها ايه رياه ولا شرق ولا كذا ولا عجب ولا ولا من اين يأتي هذا من الشيطان من الشيطان يقال يعني في القصص ان واحد دخل المسجد يصلي فجلس يرتل ويرقع ويطيل ويسد ويطيل فالنس قاعدين قال يا الله شوفوا صلاة الرجل ما شاء الله عليه الله اكبر هذه الصلاة الحقيقية لنحن صلتنا بالنسبة له ولا شيء راح خرج من الصلاة قال وصايم كمان يعني انا مش انا عسان تبكروا يعني انا في الصلاة فقط لانا استاذ الصلاة كمان كلنا هذا الرجل ولكن على درجات كلنا يريد ايه ان نحمد بما لم نفعل ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب انهم بمحاجات من عند فيه ناس يا مؤمنين واحد مسؤول قريب لك قريب امك قريب ابوك قبلته يا ابو فلان الولد تخرج وربني يبالك فيك كده بطاقة صغيرة منك بس لمعالي الوزير انه بقدر الله بعد يومين الولد صادر له قرار تعيين من غير شيء بقدر انك فانت تقابل وتظن ان ايه هو اللي عمل بارك الله بزيك ابو فلان والله يعني ربنا يبالك لنا فيك والخير والحمد لله الولد استنم الوظيفة هو ما في مجده والله لا لا ده شيء بسيط اي انا اي خدمة ان شاء الله خدمتي يا ابن الحلال فان الذين يحبون يا اخر القرآن ده بيتكلم عن نفوس انسانية تعيش بيننا واقع كأن الكاميرا فيديو تصور لنا طبائع الناس ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسب انهم بمفازات ابن العذاب عارزين العابدين ابن الحسين جاعد فقراء الكوفة اربعين سنة يفتح الباب صلاة الفجر ده الاكل والشرب والملبس والمال يا رب مين ده اللي بيضع لنا سبحان الله ما عرف اهل الكوفة ان الذي يضع لهم هذا علي زين العابدين الا لما مات انقطع المدد ولما غسلوه وجدوا الحبال اللي كان يحمل عليها الاطعمة للفقراء تركت اثرا في كتفيه رضي الله عن اهل البيت الناس اللي عايزة تعمل الخير مش منتظرة ان تطنطن وفلان تبرع لكذا وفلان تبرع لكذا هكذا الانسان يعيش في فقه الاستعاذة ومعنى الاستعاذة ادعو الله عز وجل ان نكون من الذين يستمعون القول فيتبون احسنة ان شاء الله رب العالمين في الغد باذن الله نلتقي مع اول اية من القرآن وهي البسملة في فاتحة الكتاب وفيها من الاسرار ما فيها نسأل الله ان يتقبل مننا ومنكم وصلى الله عليه وسلم محمد وعليه وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر اعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة اشترك في القناة